موسيقى تتابعون النشرة المغاربية مباشرة من الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن بروتوكول التسهيلات الخاصة بإنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريطانية البروتوكول الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية ينص على حزمة من الإعفاءات التي يلتزم البلدان بتوفيرها لكافة عمليات إنجاز المشروع الممتدة على مسافة 773 كم تتسارع خطوات التكامل الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وموريطانيا وتتوسع معالم التوجه الثنائي بين البلدين بتوقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حزمة تسهيلات وإعفاءات خاصة بإنجاز الطريق البري الرابط بين ولاية تندوف الجزائرية ومدينة زويرات الموريطانية يلتزم بموجبها الطرفان بضمان سيرورة كافة عمليات إنجاز المشروع من خلال تكفل الجزائر عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن بتمويل الدراسات التقنية وخدمات الإشراف وأشغال إنجاز الطريق إضافة إلى تعيين مكاتب للشركات كالشركات المناوالتية التي تتولى صفقات الدراسات والرقابة ومتابعة أشغال الطريق وفقا لخطة استراتيجية قائمة على تسريع وتيرة إنجاز المنشأة يلتزم الطرفان بمنح كافة الإعفاءات من الحقوق والرسوم لعمليات اقتناء واستراد أو تصدير السلاع والخدمات التي تدخل في أشغال إنجاز المشروع مع تحديد جملة المستلزمات الضرورية المصادق عليها من قبل لجنة مشتركة على أن يؤخذ بعين الاعتبار عنصر التكوين والتمهين باستغلاله في تشغيل الورشات طريق تندوف الجزائرية وزويرات الموريطانية أو الجسر الذي سيربط بلدان شمال إفريقيا بدول غرب إفريقيا تلتزم فيه نواكشوت بضمان تزويد مكتب الدراسات وشركات الإنجاز بكل المعطيات التقنية والجيولوجية ومنح تراخيص التنفيذ وأشغال الإنجاز لاستغلال الموارد والمناجم ومواد البناء المطلوبة لتجسيد هذا المحور الطرقي الاستراتيجي والحيوي أجرى وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة محادثات ثنائية ولقاءات مع العديد من وضرائه على هامش مشاركته في المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي تجري أشغال الأربعاء والخميس بأديس أبابا الإثيوبية بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن لعمامرة أجرى محادثات مع وزيرة خارجية السينيغال التي ترأس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي ووزراء خارجية كل من ليبيا جمهورية الكونغو، طوغو، أونغولا الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الكاميرون، إثيوبيا، مصر، كينيا، موريتانيا والصومال وسيراليون إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والعديد من المسؤولين السامين في المفوضية وقد تركزت هذه اللقاءات حول البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة الحالية وتندرج أشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء في إطار التحضير للقمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي تحت شعار تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية كشف تحقيق أجره تحالف فوربيدن ستوريز الدولي عن اختراق وكالة تضليل إسرائيلية منظومة الإعلام وجماعة ضغط نافذة في فرنسا قصد الترويج لأطروحات المخزن بشأن قضية الصحراء الغربية التحقيق أظهر وقوف الوكالة التي يديرها أفراد سابقون في جيش ومخابرات الكيان الصهيوني وراء قضية الصحفي في القناة الفرنسية بيافام تيفي رشيد ميبركي لا تكاد تنفجر فضيحة مغربية حتى تفوح من ثناياها رائحة الحليف الصهيوني لكن من سوء طالع هذا الحليف أن اختياره غالبا ما يقع على عملاء أغبياء بضع كلمات مرتبطة بالمغرب والصحراء الغربية نطق بها الصحفي ومذيع الأخبار الفرنسي من أصول مغربية رشيد ميبركي على الهواء في تلفزيون بيافام كانت كافية لإثارة الشكوك حول نزاهته وموضوعيته في معالجة مواد إخبارية شكوك دفعت بادئ الأمر بإذارة القناة إلى توقيف رشيد ميبركي تحفظيا لكن سرعان ما تبلورت القضية إلى ما يبدو أنه أكبر من مسألة تأثير خارجي على مجرد صحفي في القناة بعد أن أظهر عمل استقصائي لخلية التحقيقات بإذاعة فرنسا بالتعاون مع كونستريوم فوربيدن ستوريز تورط ميبركي في خدمة وكالة تضليل يديرها ضباط سابقون في الجيش والمخابرات الصهيونية مقرها الأراضي المحتلة الاستقصاء خالصا إلى توغل الوكالة وامتداد أذرعها في دول كثيرة وتأثيرها على نتائج انتخابات بل وحتى إثارة القلاقل والاضطرابات في بلدان إفريقية وذلك باعتراف مدير الوكالة الذي احتال عليه أصحاب التحقيق بانتحال صفة باحثين عن خدمات الوكالة لتقع أعينهم صدفة على مقطع فيديو مصور يظهر فيه الصحفي من أصول مغربية رشيد ميباركي من بين مقاطع أخرى عملت الوكالة على نشرها على نطاق واسع باستخدام برمجيات إلكترونية لتوجيه الرأي العام وهو ما استثار فريق التحقيق ودفعهم للسؤال عن استخدام الوكالة لصحفي فكان الرد بالإجاب بل واستظهر سلم مكافآت للمتعاونين منهم مع الوكالة مكافآت أغوت ميباركي الذي ترك زملاءه في حالة صدمة ومعهم كثير من من يتشدقون بحرية الصحافة واستقلاليتها التي ضربتا في مقتل بفعل فضيحة لا تقل تداعياتها وتأثيراتها عن فضيحتي بيغاسوس وماروكي جيت اعترفت الحكومة الإسبانية بسوء تقدير تداعيات وعواقب انقلاب موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية ونتائجه على المبادلات التجارية والشركات الإسبانية العاملة في الجزائر ودعت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ريس ماروتو شركات إسبانية للبحث عن بدائل للسوق الجزائرية لعدم وجود حلول تقدمها لها في الوقت الراهن قرارات ارتجالية يقدم عليها الساسة ويتحمل أعباءها وطن بكامله هكذا تبدو اليوم صورة إسبانيا التي باتت تحصي خصائرها الاقتصادية يوما بعد الآخر بعد أن تسببت قرارات بيدرو سانشيز غير المحسوبة العواقب بضيع إرادات مالية قاربت أربعة مليارات يورو كانت توفرها السوق الجزائرية معطيات لم تعد حبيسة الأسوار المغلقة بعد أن قررت حكومة سانشيز الاعتراف بسوء تقدير تدعيات وعواقب انقلاب موقف مدريد إزاء قضية الصحراء الغربية خصوصا على الصعيد الدبلوماسي والمبادلات التجارية والشركات الإسبانية العاملة في الجزائر بنبرة حملت الكثير من التشاؤم دعت وزيرة الاقتصاد في حكومة بيدرو سانشيز شركات إسبانية تملك فروعا لها في الجزائر إلى البحث عن بدائل لعدم وجود أفق لتجاوز التوتر على محور الجزائر مدريد لم يكن بمقدورنا أن نعرف أو نتوقع النتائج المتعلقة بتغيير موقف الحكومة من قضية الصحراء الغربية أدعوكم لمغادرة الجزائر لأننا لم نعد نملك حلولا الحكومة الإسبانية لم يكفيها توريط مئات الشركات النشطة في الجزائر بقرارتها الانتحارية لتدير ظهرها لهذه الشركات المتضررة بعد أن تراكمت عليها خسائر بما يقارب ستة مئة مليون يورو بسبب تعليق أعمالها التجارية بالجزائر في ظل غياب إشارات عن حل قريب للأزمة كون الجزائر تمثل بالنسبة لهؤلاء السوق الوحيد لنشاطها وضع دفع بالشركات لتوجيه أصابع الاتهام لحكومة سانشيز وتحميلها المسئولية الكاملة لوضعها المزري مدريد أدركت يقينا أنها تسرعت في اتخاذ موقف من الصحراء الغربية مناقضا تماما للمواثق الدولية بعد اختلال ميزانها التجاري وهي اليوم في مواجهة غضب وصخط من رجال الأعمال قد يطيح بحكومة سانشيز المهزوزة ختم النصر المغربية إلى اللقاء